مجلس النواب هو نتاج واضح للرؤية الثاقبة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وتوجيهاته السامية وتطلعاته الرفيعة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب البحريني في مسيرة العمل والإنجاز والتنمية والازدهار وبخطة ثابتة راسخة قائمة على نهج دولة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الانتماء وتعزيز قيم المواطنة وفق الثوابت الوطنية الأصيلة وأشاد المجلس بجهود معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي في دعم عمل السلطة التشريعية وإصدار كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما من ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين حتى ألفين وتسعة عشر في إطار احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية والذي قامت بأعداده الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي باعتباره مرجعا تشريعيا هاما للعمل البرلماني وإثراءا للمكتبة القانونية تشريعيا